السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد إذا أول ما رأتشوفنا لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد من أصدقائي وتابعنا على الانستقرام على هذا الحساب اللي تشوفه قدامك على الشاشة لأن اليوم إن شاء الله بعد نزول هذا الفيديو بساعتين راح أدخل بث مباشر بحسابي هذا البث راح تكلم به عن قصص الأساطير العربية مثل الطنطل والنمنم وعائشة قنديشة وغيرها فتابعونا هناك حتى ما تفوتكم كل هاي القصص الممتعة فيديو اليوم يا أصدقائي هو من سلسلة فيرست بيرسون وهاي السلسلة أذكر لكم بيها قصص من تأليف كاتب وأنا اللي أخذ بيها دور البطل يعني وكان أحداث القصة صارتوا إياي وقصتنا لليوم هي من كتابة الكاتب المبدع فهد نايف كالعادة كالعادة يا صديقي جهز لمشروبك المفضلة وأكلتك المفضلة وخل نبلش دائما يكون الأسبوع الأول بعد ما ترجع من إجازة طويلة دائما هذا الأسبوع يكون متعب وثقيل خصوصا بعد ما تكون تعودت على الراحة والاسترخاء بعيدا عن أمور العمل والتعب فما بالك لو كنت طوال فترة إجازتك تلف العالم وخاصة أوروبا لمدة تجاوزت الشهر ما أحكي لكم عن النقلة الكبيرة اللي صارت بحياتي بعد ما كنت دافن نفسي بشغلي ومكتبي وبين الأوراق والسندات فكنت محتاجة بشدة لفترة نقاها والحمد لله حصلت عليها بهاي الإجازة اللي قدرت عيشها بكل تفصيل من تفاصيلها وقدرت استجمع عقلي وعيد نشاط نفسي طول هالرحلة اللي كانت بين الجبال والغابات والطبيعة هاي الطبيعة اللي ترد لك روحك وتخليك ترجع لعملك بشغف وحماس المهم بعد ما عدى الأسبوع الأول بعد الإجازة قدرت أرجع الحياة الطبيعية ورجعت أمارس شغلي بشكل طبيعي لحد ما إجى الويكند فقررت أرجع البيتي وأراجع كل المشاهد والصور اللي التقطتها عدستي أثناء رحلتي وأبدأ أرتبهم وعدلهم سواء اللي تحتاج تعديل من ناحية الألوان أو المؤثرات وكذلك أسرح بخيالي وشوف اللقطات والأشياء الجميلة اللي عشتها هناك وأتذكر شعور بوقتها صرت تتنقل من صورة للثانية ومن فيديو للثاني مغامراتي والمخاطر اللي شهدتها والأشياء اللي ما كنت متوقع أن بحياتي راح أسويها سويتها هناك الحد ما وصلت لبعض الصور والفيديوهات اللي وثقتها أثناء ما كنت تعبر من منطقة لمنطقة ثانية مشي لرحلة استمرت لمدة سبع ساعات ومن خلالها قدرت أكسر شعور الخوف والتردد والأهم من هذا كله أنه أنا قدرت أنفصل عن مجموعة المغامرين اللي أنا رايحوا ياهم وأسلك طريقي لوحدي بالغابة وبمساعدة أحد البرامج اللي يدليني على الطريق وكاميرتي الصغيرة حتى أصور رحلتي بالكامل ومجموعة علب مي ووجبة خفيفة كنتم خليها بشنطة الظهر حتى أتناولهم وقت ما أخذ بريك وأستريح لكنه أنا إذا أقلب بالصور مالتي وأشوفهن وأسترجع ذكرياتي شفت شيء مطبيعي لما لزمت صورة وبديت أباوع عليها بالبداية يعني انتبهت لأنه هي مجرد صورة جميلة مثلها مثل بقية الصور اللي أنا ما أخذهن وكانت الصورة لمجموعة أشجار لفتت انتباهي لكن الغريب لما لمحت شيء بالوسط أجبرني أسوي زوم على الصورة كان يتواجد شخص ما واضح لا ملامحة ولا شكلة ولكن الشيء الوحيد اللي كان واضح من يمي مظهر اللي كان مبين علي أنه هو كأنما من سكان الغابات القديمين والبدايين اللي اعتدنا نشوفهم بالأفلام والمسلسلات والعجيب أني ما حسيت بوجوده لما كنت بذيت الرحلة وحتى ما منتبه له ولا لامحة يمكن بسبب كمية الأشجار الكبيرة والكثيفة ما قدرت انتبه له أو أشوفه رجعت أركز بالصورة فانتبهت الشيء غريب أنه هذا الشخص كان يباوع للعدسة بشكل حاد وباستغراب يعني نظرتها ما كانت يمين أو يسار أو علي أنا لأ النظرة ما لتكانت على عدسة الكاميرا إجت نقش عريرة وقفت كل شعرة بجسمي وبديت أتساءل بيني وبين نفسي شنو يسوي هناك وليش يتابعني ويباوع علي فسحبت الصورة وحملتها على جوالي حتى أرجع أدقق بيها أكثر بعدين وكملت جولتي بين الصور وبعد دقائق معدودة شفتها مرة ثانية بلقطة مختلفة ومكان مختلف كليا تحت أحد الشلالات قدرت التقط فيديو متحرك للشلال وأثناء ما وقفت الفيديو على جهة اليمين شفته واقف ومتصنم بمكانه حاولت أتذكر ليش ما قدرت أشوفه بوقتها بحكم أنه المنطقة كانت مكشوفة بالكامل ولكن إجتنا الإجابة بسوعة لما رجعت الفيديو للخلف ووقفته انتبهت له كان مختبئ وراء الشلال فما قدرت أنتبه له وبسبب هذا الشي ما لمحته أو شفته هنا أنا وقفت تصفح للصور شوي وأخذت تليفوني حتى أتصل على اثنين من المغامرين اللي كانوا وياي وحكيت لهم الموضوع ودزيت لهم الصور والفيديوهات وردهم كان جدا صادم قالوا أنه إحنا ما شفنا أي أحد غريب بالغابة وما عدا بعض الحيوانات اللي كان عددها قليل وهم مصدومين أكثر مني من الصور والفيديوهات اللي شافوها وفال الجوالي وبديت أفرق راسي من أثر الصداع اللي جاني ولكن فجأة أنا ذكرت أنه أنا صورت فيديو مدتها لا تقل عن نص ساعة صورتها بجانب نفس الشلال بذيك اللحظة اللي كنت بيها آخذ قيلولة نمت وتركت الكاميرا توثق منظر المكان الرهيب طلعت كاميرته وبديت أبحث عن الفيديو الحد ما لقيته وشغلته ولكن الصدمة أثناء ما سرعته ظهر نفس ذاك الشخص وهالمرة ملامحة صارت واضحة مر من جانبه وكان يمشي بحذر شديد يتقدم خطوة ويرجع خطوة الحد ما تقرب وصار وجهه مقارب للكاميرا بعدها بدأ يتمعن بيها بدقة ويفكر وكأنه يتساءل شنو هاي ملامحة كانت قديمة وشعره كان مجعت ولحيته كثيفة فقربوا صبعة ولمس عدسة الكاميرا بعدها سحبه بسرعة باستنكار رجع لي وارا وتوجه الشنطة الظهر اللي كانت بجانبي وهنا أنا بدأ يباوى عليه هو منتظر أنه أنا أصحب أي لحظة ولكن بسبب صوت الشلال القو ما سمعته وهالشي انطاس صلاحية الكاملة بأنه يعبث بشنطي وفعلا أخذ علبة المي وسناك وبعدها قفل الشرطة ولما حس بحركتي أثناء ما كنت عدل نومتي ارتبك وهرب من المكان من دون ما يسوي لي شيء أو يهذيني وبعد حوالي عشر دقائق صحيت أنا من نومي ووقفت تصوير الكاميرا وكملت رحلتي بدون إدراك أو إحساس بأي خطر يحوم حولي بعدها بديت تساءل أنا ليش ما عرفت أو ما انتبهت أنه أكو عندي نقص بطل مي أو علبة مي وسناك استجمعت نفسي وعقلي وذاكرتي حتى أتذكر شنو سويت وفجأة اتذكرت النوعان فعلا اتفقدت الجنطة مات لكن ظنيت النوعان اللي أكلتهين أو وقعا من يمي وبعد ما راجعت بقية الصور والفيديوهات هذا الشخص ما كان موجود أبدا فسديت كامرت وضميته وطلعت جنطة الظهر حتى أنظفها واخليها بالدولاب أو بالكنتور ولحظتها تحسست بشيء كان يصدر صوت من نهاية الجنطة يعني كأنه ما أكو شيء موجود بنهايته مديت يدي وسحبته وكان عبارة عن سوار جلدي لونه بني ما أذكر أني اشتريتها وكانت إلي من الأساس وكنت جاهل تماما وما أعرف شلون وصلت للجنطة الحد ما أجب بالي هذا الشخص اللي التقططي عدسات الكاميرا واللي هو فتح الجنطة واخذ منها المي والسناك فاستنتجت هنا أنه هذا السوار تابع إليه وصقط منه بالجنطة لما كان يأخذ المي والسناك وكذلك كوشي آخر أكد لي هذا الكلام وأكد لي أنه فعلا هذا السوار كان إليه هذا السوار اللونه كان بلون الملابس المهترئة اللي كان لابسها هذا الشخص فصورتها وأرسلتها مباشرة لباقي المغامرين واللي كانوا ينتظرون أي تحديث أو شي جديد مني وانتظرت الرد منهم وممكن يعرفون شنو هذا السوار أو شنو قصته يعني بالضبط وشنو يرمز وبعد دقائق بسيطة واحد منهم أرسل لي مقال على جوغل يتحدث عن هذا السوار وكذلك أرسل لي صورة للسوار نفس هذا السوار اللي عندي بالضبط هنانا بلعت ريقي أول ما بدي تقرأ المقال فبلشت بقراءة هذا المقال الحد ما طاحت عيني على جملة موجودة بين الأسطر وهاي الجملة كانت السوار الجلدي يتبع لأحد أشهر القبائل المعادية للبشر والذين اشتهروا بأن كل من يقابلهم يختفي تحت ظروف غامضة يعني ذول القبائل ممكن يكونون مو فقط معادين للبشر ممكن يكونون حتى أكلت لحوم البشر وأنا لما كنت بديت الرحلة بذاك المكان وواحد من يومهم كان قريب مني فعشت أسبوع ثاني أسوأ من الأول وأكثر صدمة بعد اللي صار وكنت أحطوا بالي مليون سيناريو للأشياء اللي كانت ممكن تصير لي وخصوصا أني كنت وحدة بالغابة وشنو ممكن يسوي لهذا الشخص وأنا لوحدي وما وياي أي أحد وبعيد عن المغامرين اللي كانوا ياي وبعيد عن المدينة اللي أسكن بيها صراحة عشت صدمة مو طبيعية صح أنه أنا طلعت منها سالم وما صار لشي وما أذاني هذا الشخص ولكن بديت أفكر أنه سبحان الله يعني هذا الشخص قد هو خطير ومن قبيلة ربما تكون آكلة للحوم البشر لكن اتقرب مني وأخذ مني سناك وأخذ المي وما وصل لي صراحة شي عجيب 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 جدا المهم مع مرور الوقت قدرت تتخطى هاي الصدمة اللي عشتها وصرت أحمد ربي أنه ما تسبب له بضرر جسدي وبالنهاية صح أنا اللي اتخذت هذا القرار الجري وأنا اللي قررت أبتعد عن المغامرين حتى أروح واحده واستكشف الغابة وكان ممكن أن قتل أو يصيل لشيء أو أتأذيه ولكن أرجع وأقول الحمد لله والشكر على أنه خلصني من هذا الشخص وما تأذيت وطلعت من هاي الرحلة سالم وما بيه شيء وبس لهنا يا أصدقائي وصلنا لنهاية هاي القصة إذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك لا تنسون إن شاء الله بعد ساعتين من نزول هذا الفيديو راح أتخل البث مباشر على الانستغرام فحتى ما تفوتكم القصص الممتعة اللي راح نتكلم عليها بذاك البث تابعوني هناك أخوكم عبدالخالق سلام تابعوني هناك أخوكم عبدالخالق